اشتركوا في القناة باللغة العربية وبالاضافة لهيك حاولنا نتبع طريق الطرح مختلفة حتى عن الطرح الموجود في الفيديوهات الاجنبية والي هي بتركز على طرح الميزات بالشكل العام ولكن نحن نركز على طرح مثال عملي يبين كيف اسقاط استخدام الاداء بشكل يومي نتمنى ان نوفق بالطرح وتكون الاداء مفيد للجميع بإذن الله بشكل عام هدف برنامج مايكروسوفت تيم هو زيادة انتاجية اعضاء الفريق الواحد لنفترض انه سالم هو تيم ليدر لفريق مكون من خمس اعضاء تم تشكيله بهدف انتاج منتج جديد فسالم قرر تقسيم المهام على الفريق على النحو التالي رامي وسامي هيكون الفريق المسؤولين عن اجراء البحوث الريسيرشيس وسليم وهدى هم الفريق المسؤول عن الديفلوبمنت وبنفس الوقت نادية احمد انت سامي هيكونوا مسؤولين عن المبيعات وجميع المهام العامة المختصة بالفريق واللي خارجي عن هالثلاث مهام الاساسية هتكون موزع على جميع الفريق ازا تاسكس بالتساوي وكلهم ريبورتينج لسالم الان سالم ولكل واحدة من هاي المهام هيكون عنده مجموعة امور يجب عليه متابعتها هيكون عنده مجموعة تاسكس على كل فريق او كل فرد من الفريق بالاضافة لمتابعة الكثير من الايميلات وربط كل ايميل بتابع لاي مهمة من المهام بالاضافة لبعض الدوكومنت اللي رح تطلع على كل مهمة من المهام ضمن اعضاء الفريق وبعض الداشبوردز اللي حيتابع عليها بشكل مباشر الستيتوس والحالة كل مهمة يقوم فيها اعضاء الفريق بعض اللينكس للمراجع اللي على سبيل المثال فريق البحوث عم يرجعو له بعض البرزنتيشنز اللي حيستخدمها مثلا فريق المبيعات للكستومرز وغيرها من انواع الملفات هذا بالاضافة لانه سالم هيكون عنده مصادر متنوعة للمعلومات فبالاضافة للمعلومات الجاية بشكل مباشر من اعضاء الفريق بالطرق اللي سبقنا وذكرناها ممكن يكون فيه عندهم مصادر معلومات من ادوات خارجية مثل على سبيل المثال الميل تشم اذا كان عم يعمل كامبينز الايميلات اه الجوجل اناليتيكس اذا كانت معض المعلومات اللي هو بحتاجها جاية عن طريق الجوجل اناليتيكس على احد الوب سايت الفيسبوك على سبيل المثال الداشبورس لمصفحات السوشيال سيلس فورس اذا كان بعض المعلومات قادمة من السيار ام وكان السيار ام هو على السيلس فورس اه تويتر اه لمتابعة تويتس معينة وكذا وكذا الى اخره ده مجموعة ادوات فمنلاحظ انه سالم صاد عنده مجموعة تاسكس ينيد توفولو فير ايفري ممبر اوفيج تيم لا دفرنت توبيكس ات افري تايم ومجموعة معلومات عم تجي تتوارد ايضا لكل توبيك من هدول التوبيكس وبالشكل متواصل ففينا نقول بكل سهولة وسعادة انه سالم في ورطة والموقذ هو مايكروسوفت تيم الان هي واجهت البرنامج الاساسية طبعا البرنامج لانسختين نسخة بتنزل على الابتوب سواء كان ويندوز او ماك بالاضافة لانسخة بتنزل على الموبايل سواء كان ابل او اندرويد ما هضيع وقت كتير بالشرح الانترفيس ولكن حانتين للمثال العملي بشكل سريع بشكل عام الانترفيس الاساسية هي هي اللي شايفينا فالفيد الاول هو اللي فيني يشوف الخان الاولى وفيه معلوماتي انا كبروفايل والستيتوس تبعي اللي فيني يحطها علي فيها الاكتيفيتز هي كل الاكتيفيتز اللي اي رسنت اللي كنت انجيشت فيها اللي تشات وهي واحدة كتير مهمة لانه من الموبايل ابلكيشن او من الديسكتوب ابلكيشن فيني اي كان اينيشيات جروب تشات فبالتالي اميديتلي وين اي رسيب اميسيج لما بيوصلني رسالة على الموبايل بدلا ما تكون جايتني على الواتساب بانا تقس مين ويجب خصوص ايش وعلى اي جروب جاي مجرد ما ايجني الانتفكيشن اعرفت انه هاي المسيج متعلقة بهذا الجروب على هذا التاسك او على هاي الشانل اللي عم يشتغل عليها الان التيم وتأسيم متل ما شرحناهم ولا حنشوف live على هذا الموضوع الميتينج وجميع الاجتماعات اللي موجودة بالكالندر تبعي واللي بيمكاني ايضا اني انيشيات نسكيجول اميتيج from here ولما بعمله سكيجول من هون مباشرة بيعطي التنديز التوبيك that this meeting is about اوتوماتيك بالاضافة الاخر شيء هو الفايل واللي في الفايل اللي شير على المايكروسوف تيم او حتى الانتغريشن مع الواندرايب للفايل that i have in my account طبعا الهدف انه يكون عندي انترفيس وحتي حاصر فيها اذا مون كل فالتسعين بالمئة من جميع الادوات اللي انا محتاج لأيدار الفريق الواحد ونضرب مثال فريق البحث فريق فراح نسمي research team ممكن اضافة description لو حبيت للفريق وبما انه المايكروسوف تيم هو بارت من الوفيس 65 products فاوتوماتيكيا كل اليوزر الوفيس 65 assigned لهال product رح يكونوا موجودين هون فبالتالي مجرد ما بلشت حاول تضيف اليوزر اوتوماتيكيا they will be pulled out ووف كورس من الاكتف دايركتوري عندي بالشركة فلنفرض اني اضاف ال two members لهال group اللي هو مسؤول عن ال research مجرد ما عملت لهم add اعطاني option to decide ال privilege تابعون هل هني owners او members وعملت done فبهال حالة نضاف نعمل create لا team جديد هو ونضاف عليه اوتوماتيكيا هال ال الان لنفرض انه research team عم يعمل research على two topics ونفرض انه topic بحالتنا هون هو channel ونفرض انه topic الاول هو research على engine for example وال topic التاني اللي عم يعمل عليه research for example هو oil مثلا فمنلاحظ بشكل سريع صار عندي research team في بقلبه channel عامة اللي هي غير نقول الامور المختصة بشكل عام بالفريق لما انا مختصة بالتوبيك معين وفي عنا channel تاني هي engine research وال channel التالت هي oil research الآن خلونا ناخد على سبيل المثال research المختصة بال engine لاحظوا شو ممكن انا ضيف على هال topic المحدد اللي هو ضمن research team فين اعمل conversations الى علاقة بهذا الموضوع وبما ان الapplication هو client موجود لل laptop او desktop على mac او windows بالاضافة للمobile apple او android فهدول بيجوني كتشات بدل ما يجوني على team application على الموبايل بدل ما اعمل شات على هال topic بوش whatsapp group وقد تكون team كاملا لكن ما واضح لأي topic مجرد ما اجدني الرسالة انا عرفت ان هاي الرسالة بلونج 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 الانجين رسالة توبك بلونج بالاضافة لهالشي فيني اعمل شير واضافة لفايلات مجرد ما ضفت فايلز بها الويندو تحت هالانجين انا عرفت انه هاي الفايلز مابت للانجين رسالة ضمن الريسالة تيم وكتو رايز بهالشكل واوتوماتيكيا صارت شير بين الريسيرش تيم ممبر نوت اي ملاحظات انا بديضيفة ايضا على هذا الموضوع الانجين رسيرش وايضا عندي اه تمام ادوات اضافية اكسل فايلز وان نوت فايلز بلانر للتاسكس هلا هناخد مثال عليه سريع باور بي اي للداشبورد ان شاء الله حيكون لنا حلقة مستقلة عن هاي الادا المهمة باور معينة الى علاقة بها التوبيك شير بوينت اه لست اذا كان في شي هجيبه من انترنال بورتل تيم سيرفزز سيرفزز مختصة للناس اللي بيشتغلوا بالديبلوبمنت اكتر شي وورد الورد فايلز فعلى سبيل المثال انا بديضيف تاب الى علاقة بالبلانر البلانر هو المكان اللي بحط فيه الاتسكس على كل تيم اللي هذا بما انه هو تحت الانجن فحسميه انجن بلان مجرد ما عملت لاحظ انه نضاف عندي تاب جديد هو الانجن بلان بالبلانر كل مجموعة من التاسك تحت بوكلت فمثلا في عندي بوكلت اسمها ونفرض داتا كوليكشن على سبيل المثال ضمن الداتا كوليكشن في نضيف سيرتن تاسكس ونفرض تاسك ون تاسك ون الانجن علي مثلا الاسسائمت لألي والدو دات افتر ثري دات افتر افتر ادت تاسك لحظ الجمال بوان انترفيس على ملتبل تيم لون من افتر تيم على سيرتن توبك احب ان انترفيس بوان تاسك رلات ات وث ات ستتوس and i can even go inside the tasks واعمل further details فين اضيف checklist فين اغير البوكلت فين العب البروغرس حتشوف هو started ولي not started شو status تبعه ال start date و due date و description على كل تاسك و once done فين احط حط التاسك هات اللي done اه غير الستيتوس تبعه هذا جمال الابليكيشن ولكن هذا ليس كافي ايضا نوع ومايكروسوفت فكرت بهالشي ولذلك ضافت هال option اللي اسمه connectors connectors هو الادا اللي بتربط Microsoft teams بال sources of data from outside من تويتر من rss fields mailchamp dynamics 365 CRM و ERP sales force ك CRM تاني google analytics وكل هالادوات هاي فمن لاحظ انه ضمن again one interface لاحظوا شو صرت قادر اني اعمل صد قادر اني اعمل live chats على جروب كل اعضاء الجروب بيشوفوها to discuss التوبيك صافيني اعمل شير لكل الفايلز المختصة بهذا التوبيك طبعا هذا التيم تخيلوا معي انه كلهم تيم ومن كل تيم في multiple channels لاحظوا قديش صار سهل علي انا ك team leader اني اعمل track لهاي الامور كله notes ملاحظات العامة لهذا التوبيك البلان والتوبيك بالاضافة للكونكتر على اي داتا خارجية هل هذا كافي لا ايضا ايضا مايكروسوفت اعطتك ال capability ويو وبالاضافة لهالشي بامكانكم زيارة store ctelecoms dot com dot s الاطلاع على our office 365 bundles اللي هي منقدمة شاملة للدعم الفني وال installation بتوفر لك كامل راحة شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته